بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين قراءات اليوم الثاني عشر من شهر توت اجتماع المائتين بمدينة أفاسوس المجمع المسكون الثالث تقرأ فصول اليوم التاسع من شهر هاتور وهي مرتبة على اجتماع الثلاثمائة والثمانية عشر بمدينة نقية المجمع المسكوني الأول انجيل عشية قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارتي معلمنا القديس متى البشير التلميذ الطاهر بركاته اشتركوا في القناة قالوا علينا افرحوا 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 ايها الصديقون بالرب وابتهجوا وافتخروا يا جميع مستقيم القلوب من أجل هذا يبتهلوا إليك كل القديسين في أوان مستقيم هليم هليم مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأباء آد آمين وكأنما إنسان مسافر دعا عبيده وسلمهم أموالا فأعطى واحدا خمسة وزنات وآخر وزنتين وآخر وزنا كل واحد على قدر طاقته وسافر فمضى الذي أخذ الخمسة وزنات وتجرى بها فربحا خمسا أخر وهكذا أيضا الذي أخذ الاثنتين ربح اثنتين أخرين وأما الذي أخذ الواحدة فمضى وحفر في الأرض وأخفى فضة سيده وبعد زمان طويل جاء سيد أولئك العبيد وحاسبهم فجاء الذي أخذ الخمسة وزنات وقدما خمسة وزنات أخر قائلا يا سيدي خمسة وزنات أعطيتني هو ذا خمس وزنات أخر ربحتها فقال له سيده حسنا أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا في القليل فأقيمك جاء على الكثير أدخل إلى فرحي سيدك ثم جاء الذي أخذ الوزنتين وقال يا سيدي وزنات وزنتين سلمتني هو ذا وزنتان أخريان ربحتهما قال له سيده نعما أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير أدخل إلى فرحي سيدك بالنسبة لت matto والمجد لله دا آآ آآ أائمه إنجيل باكر قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارتي معلمنا القديس لوق البشير التلميذ الطاهر بركاته عَلَى جَمِيعِنَا مِمَّ زَمِيرِ أَبِيْنَ دَاوُدَ النَّبِي بركته علينا أمين طوبى للرجل الخائفي من الرب ويهوى وصاياه جدا يقوى نسله على الأرض ويبارك جيد المستقيم هَلِّينَ يَلُّيَا مُبَارَك الْآتِ بِاسْمِ الرَّابِ رَبُّنَا وَإِلَهُنَا وَمُخَلِّصُنَا وَمَلِكُنَا كُلِّنَا رَبُّنَا يَسُّعُ الْمَسِيحِ إِبْنُ اللَّهِ الْحَيِّ الَّذِي لَهُ الْمَجْدُ دَائِمَا إِلَى الْأَبَاء آد آمين وَنَزَلَا مَعَهُمْ وَوَقَفَا فِي مَوْضَعٍ خَلَاءٍ مَعَ جَمْعٍ مِنْ تَلَامِيذِهِ وَجُمْهُورٍ كَثِيرٍ مِنَ الشَّعْبِ مِنْ جَمِيعِ الْيَهُوْدِيَاتِ وَأُرُوشَلِيمِ وَمِنْ سَاحِلِ صُورًا وَصَيْدًا الَّذِينَ جَاءُوا لِيَسْمَعُوا مِنْهُمْ وَيَشْفِيَهُمْ مِنْ أَمْرَاضِهِمْ وَالْمُعَذَّبُونَ مِنْ الْأَرْوَاحِ النَّجِسَةِ كَانَ يَشْفِيهِمْ وَكَانَ كُلُّ الْجَمْعِ يَطْلُبُهُ أَنْ يَلْمِسَهُ لَأَنَّ قُوَّةً كَانَتْ تَخْرُجُوا مِنْهُ وَتَشْفِي الْجَمِيعُ وَرَفَعَ عَيْنَيهِ إلى تلاميذه وقال لهم طوباكم أيها المساكين بالروح لأمن لكم ملكوت الله طوباكم أيها الجياع الآن لأمنكم تشبعون طوباكم أيها الباكون الآن لأمنكم ستضحكون طوباكم إذا أبغضكم الناس وأفرزوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان إفرحوا في ذلك اليوم وتهللوا فهو ذا أجركم عظيم في السماء لأمن آباءهم هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء وَالْمَجْدُ لِلَّهِ دَاءَ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ او لنسله ان يكون وارثا للعالم بل ببر الايمان لانه ان كان اصحاب الناموس هم الورثة لابطل الايمان ونقض الوعد لان الناموس ينشئ غضبا اذ حيث لا يكون ناموس لا يكون تعدي من اجل هذا هو من الايمان كي يكون على سبيل النعمة ليكون الوعد ثابتا لجميع الذرية لا لاصحاب الناموس فقط بل لمن كان من اهل ايمان ابراهيم الذي هو اب لجميعنا كما هو مكتوب اني قد جعلتك ابا لامم كثيرة امام الله الذي امن به الذي يحيي الاموات ويدعو ما غير موجود كأنه موجود الذي كان على خلاف الرجاء امن على الرجاء لكي يصير ابا لامم كثيرة كما قيل هكذا سيكون نسلك واذ لم يضعف في الايمان ناظرا جسده قد مات وهو ابن نحو مئة سنة مع موت مستودع سارة ولم يشك في وعد الله بنقص في الايمان بل تقوى بالايمان معطيا مجدا لله وتيقن بانه قادر ان ينجز ما وعده به ولذلك حسب له بره ولم يكتب من اجله وحده انه حسب له بل من اجلنا نحن ايضا الذين سيحسب لنا نحن المؤمنين بالذي اقام يسوع المسيح ربنا من بين الاموات الذي اسلم من اجل خطايانا وقام لاجل تبريرنا فاذ قد تبررنا بالايمان لنا سلام عند الله بربنا يسوع المسيح الذي به ايضا قد صار لنا الدخول بالايمان الى هذه النعمة التي نحن فيها ثابتون ومفتخرون برجاء مجد الله وليس ذلك فقط بل اننا نفتخر ايضا في الضيقات عالمين ان الضيق ينشئ صبر والصبر امتحان والامتحان رجاء والرجاء لا يخزي لان محبة الله قد سكبت في قلوبنا بالروح القدس الذي اعطي لنا نعمة الله الاب فالتحل على ارواحنا امين الكاثولي كون فصل من الرسالة الاولى من معلمنا القديس بطرس الرسول بركته علينا امين مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي بكثرة رحمته ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من بين الاموات للميراث للميراث الذي لا يبلى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ لكم في السماوات ايها المحروسون بقوة الله بالايمان للخلاص المستعد ان يعلن في الزمن الاخير الذي به تبتهجون الان يسيرا وان كان يجب ان تتألم بتجارب متنوعة لكي تكون صفوة ايمانكم كريمة افضل من الذهب الفاني المجرب بالنار لتوجد بفخر ومجد وكرامة عند استعلان يسوع المسيح ذاك الذي وان لم تعرفوه تحبونه هذا الذي الان لم تروه وامنتم به فتهللوا بفرح لا ينطق به وممجد نائلين غاية ايمانكم خلاص انفسكم لانه من اجل هذا الخلاص قد طلب الانبياء وفتشوا الذين تنبأوا عن النعمة التي صارت فيكم وبحثوا عن الزمن الذي تكلم فيه روح المسيح فيهم اذ سبق فشهد على الام المسيح والامجاد الاتية بعدها الذين اعلن لهم انهم ليس لانفسهم كانوا يعملون بل جعلوا نفوسهم لكم خداما بهذه الامور التي اخبرتم بها انتم الان بواسطة الذين بشروكم بالروح القدس المرسل من السماء التي تشتهي الملائكة ان تطلع عليها لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم لان العالم يمضي وشهوته معه وأما من يعمل مشيئة الله فانه يثبت الى الابد امين الابراكسيس فصل من اعمال ابائنا الرسل الاطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم علينا امين فلما ابتدأت اتكلم حل الروح القدس عليهم كما حل علينا نحن ايضا في البداء فتذكرت كلام الرب كيف قال ان يحنى عمد بماء وأما انتم فستتعمدون بالروح القدس فان كان الله قد اعطاهم الموهبة مثلنا نحن ايضا اذ امنوا بالرب يسوع المسيح فمن انا حتى امنع الله فلما سمعوا ذلك سكتوا وكانوا يمجدون الله قائلين اذا الله قد منح الامم ايضا التوبة للحياة اما الذين تشتتوا من الضيق الذي حل على استفانوس اتوا الى فينيقية وقبرص وانطاكية وهم لا يكلمون احدا بالكلمة الا اليهود فقط وكان منهم قوم قبرسيون وقيروانيون هؤلاء الذين لما دخلوا انطاكية كانوا يتكلمون مع اليونانيين كارزين بالرب يسوع وكانت يد الرب معهم فامن جمع كثير ورجعوا الى الرب فبلغ القول عنهم الى اذان الكنيسة التي في ارشالين فارسلوا برنابا الى انطاكية هذا لما اتى وراء نعمة الله فرح وكان يعز الجميع ان يثبتوا في الرب بعزم القلب لانه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والايمان فانضم الى الرب جمع عظيم لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة آمين انجيل القدس قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الانجيل المقدس فصل من بشارتي معلمنا القديس متى البشير التلميذ الطاهر بركاته اشتركوا في القناة على جميع اعنا ممزمير يبينا داود النبي بركته علينا امين في كل الارض خرج منطقهم وإلى اقطار المسكونة بلغت اقوالهم كهنتك يلبسون البر وقديسك يبتهجون من أجل داود عابده ايه 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 يا مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأباء آد آمين ولما جاء يسوع إلى نواح قيصرية في لبس سأل تلاميذه قائلا ماذا يقول الناس في ابن الإنسان من هو هو فهم قالوا قوم قالوا يو حن المعمدان وقال آخرون إلي وقال آخرون إرمياء واحد من الأنبياء قال لهم وأنتم من تقولون إني أنا فأجاب سمعان بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي فأجاب يسوع وقال له طوباك يا سمعان ابن يون إن لحما ودما لم يعلن لك هذا لكن أبي الذي في السماوات وأما أقول لك أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لم تقوى عليها وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات وما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات وما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات أعطيك والمجد لله ده أعطيك ترجمة نانسي قنقر